تسعى مدينة المكلة التي عانت الحروب في جنوب شرق اليمن إلى النهوض مجدداً بمؤسسات الدولة بعد عامين على هزيمة تنظيم القاعدة وكانت مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت وقعت تحت سيطرة تنظيم القاعدة بين عامي 2015 و2016 قبل أن يحررها الجيش والميليشيات العسكرية المتحالفة معه في نيسان أبريل 2016 وشكل هذا انتصاراً نادراً للقوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف التي تخوض منذ عام 2015 قتالاً عسكرياً مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ولكن لا تزال هناك خلايا نائمة تابعة لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بالنسبة لخلايا نائمة صحيح قد يكون فرد مجموعة ثنين ثلاثة متواجدين في أحد المدن في أحد الجبال في أحد المزارع في أحد الأسرة هذا ممكن يكون موجود لكن قدرتهم على التجمع وتهديد الأمن ليس موجودة في هذه الغروف تم تخلص منهم بشكل نهائي وقد اختفت القوانين الصارمة والقيود الاجتماعية المتشددة التي فرضها عناصر التنظيم من الشوارع لكن المدينة التي يقيم فيها قرابة نصف مليون شخص تعاني من فقر متقع ورغم أن محافظة حضرموت غنية بالنفط تعاني المكلة كذلك من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي ونقص في الوقود ترجمة نانسي قنقر